نذهب الآن إلى كندا طبيبات عربيات ومغتربات من جنسيات مختلفة شكلنا فريقا من نحو 70 امرأة ليكون داعما لهم في بلاد الغربة وصوتا واحدا في المجتمع الكندي وقد برز دورهم بشكل كبير في أزمة كورونا وكنا في الصفوف الأمامية نتابع نحن مجموعة من الطبيبات العربية الموجودين بكندا تشتغل على خدمة الجالية داخل كندا وخارج كندا اخترنا المهنة الأصعب والبلد الأصعب في تقبل الشهادات الطبية ومعادلتها كندا لأنهن تمكن من أن يشكلنا فريقا طبيا له حضوره وأهميته في كندا جمعنا بعضنا أكثر شي لا دعم بعضنا البعض بس يكون مجموعة يكون لنا صوت أكبر يكون لنا صوت بالمجتمع صوت بكندا ولنا ندعم بعضنا على كتير أصعيد فريق الطبيبات العربيات الذي تأسس عام 2017 من نحو سبعين طبيبة برز دورهن بشكل أكبر في أزمة كورونا فكنا عونا للمهاجرين العرب رح أعمل لك لإله وصفي ورح أبعثها للصيدلية هلأ مباشرة بالفاكس فأكيد الشعب العربي كان عنده ردة فعل كتير صعبة بهالبلد عساس الخوف والرعب وخاصة إذا شخص صاب بالعائلة وكانوا بحاجة ليكون هذا الحوار مع طبيب عربي حتى يتفهموا بعضهن شاركنا خبراتهن الطبية خارج كندا عن طريق منظمات إنسانية بل ودعمنا حتى الطلاب كل سنة بيبعثونا الأنروا لست أف أسماء وإحنا كسليكتف كوميتي أنا ممبر في السليكتف كوميتي اللي بنختار الطلبة بناء على كريتيريا معينة بنختار لا الضفة ولا غزة لأنهم يكملوا تعليمهم الجامعي هذا بالإضافة إلى تطوع بعضهن لزيارة بلدان عربية ليقدمنا خدمات طبية واستشارات مجانية فريق من الطبيبات العربيات اجتمعنا ليكون لهن صوت واحد وواعد في المجتمع الكندي وليقدمنا الدعم والعون للجالية العربية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا رفاه السعد العربية تورنتو